يعني أنا دلوقتي بتكلم على الأجهزة الحكومية، الأحياء، كل ما يتعلق بالأجهزة الحكومية، ولكن أيضاً المواقف الأوتوبيسات يعني ميكرو باس، أوتوبيس عام، مترو، يعني بنحاول بس إن إحنا نقول كل الأماكن، المولات التجارية، كل حاجة مقفولة، محلات، يعني الحاجات الحكومية بس ولا؟ محلات وكافيهات ومطاعد، بس يخدم فيه كمان قرار يخدم مهم جداً لدولة رئيس مجلس الوزراء، نشر في الجريدة الرسمية يوم 28 ديسمبر اللي فات، رقمه 2701 لسنة 2020، القرار ده يتضمن يا فندم الأماكن فيما يتعلق إيه اللي يحظر؟ يحظر إقامة أي حفلات أو مهرجانات أو فعاليات، يحظر إقامة المؤتمرات فعاليات كبرى بكل أنواحة بكل أغراضها وأي أنشطة أو حفلات يترتب عليها تجمعات جماهرية طب حلوة أوي بقى، بما أنك قلت الكلام ده، اللي حصل في اسكندرية ده بقى، أنتوا حققتوا فيه؟ طبعاً جاري يا فندم التحيق في هذا الأمر وفي الصور اللي نشرت، وبالتالي يعني تم التواصل بالفعل ما بين غرفة عمليات الوزارة عندنا وغرفة الأزامات والعمليات في اسكندرية للوقوف على هذا الأمر يا فندم يعني بصراحة بصراحة محافظ عيان بس مش عشان محافظ عيان وعنده كورونا يحصل هذا الهرج يعني يعني الراجل كان كل يوم بينزل الشارع دلوقتي في لحظة الراجل يغيب المشهد ده أكيد يعني يعني فيه نواب محافظة فيه أحياء فيه أجهزة يعني فيه إزاي المشهد ده تسيبوه كده يا دكتور خالد؟ لا طبعا هو مش متابقا من المشهد وبالتالي هو يعني جاري العمل على الوقوف على هذا الأمر